خلينا ننتقل موضوع اخر ايضا موضوع كمان عامل بلبلة وشغل الناس وتبين فيما بعد انه لهيدا الموضوع يبدو وجهتين نظر في فيديو انتشر ما بتتخطى متو السواني القليلة بيبين تلميذ باحدى مدارس الكورة عم بيدرب رفيقه بالصف بكرسة وبعدين عم بيدفش لمعلمة اللي حاولت هي انها تدخل لتهديته ولكن هيدا الفيديو نشر على اساس انه تلميذ وفوضى وما الى هناك وضاعت التاصي بهيدا الموضوع الاهم من هيك انه مجموعة من التلميذ انشحتوا من المدرسة مستقبلهم الدراسة مهدد في ناس بيقولوا انه محملينهم المسئولية في ناس يقال انهم ابرياء راحوا بيظهر ناس تانيين حتى ناس بيقولوا انه المشكل بلش على خلفية استفزاز لبعض الطلاب تبين كمان في فيديو كامل اكبر من الفيديو اللي انعرض رح نسمع رأي مدير المدرسة وراح يكون معنا كمان اهل التلميذ اللي شفناه بالفيديو او راح نشوفه بعد شوي عم بيضرب بالكرسى اه زميله التلميذ هذا الفيديو الصغير اللي شفناه هو اللي توزع على مواقع التواصل الاجتماعي ولكن لما انعرضت هاي الصورة اه وحسوا اهل التلميذ انه محملينه زنب يمكن اكبر من زنبه هني ما نكروا انه ابنهم غلط انه ابنهم عمل شي غلط بس كمان انه خلي الحقيقة تكون واضحة وصلنا فيديو كمان في علامات استفاهم لانه في شوي مقطع وكأنه ما عمله عملية مونتاج بس بيوضح شي اكبر من هيدا الموضوع ويقال يعني ما بعرف اذا راح نسمع على المظبوط انه كان في حدا عم بعير التلميذ اللي رامى الكرسى بانه اسود اه وفي مفارقات لانه حدا قال انه هيدا التلميذ سعودي اه واللي عرفناه نحن انه هو لبناني بس من ام سعودية اه في كلام كتير اه مخربط بهيدا القصة وفي تلميذ بتصور راح يدفعوا التمن ظلما اذا المدرسة مرح تاخد اجراءات ترجع على الاقل تحفظ حق التلميذ اللي هني ما قالهم اي علاقة باللي صار لانقاذ مستقبلهم خلينا نشوف الفيديو التاني شو بيتضمن اشتركوا في القناة كمان باللاحظ انه الكرسى كانت موجودة على الطبقة قدامه يعني كأنه حدا رامي عليه هيدا الكرسى معي داخل استوديو زيات سايد عمو 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 يعني راح نسمع بعد شوية نحن وياك مدير المدرسة شو بيقول بس اللي فهمناه انه عم بيقوله انه التلميذ هو سعودي من ام من ام لبنانية ابوه لبناني امه سعودية صح ابوه لبناني امه سعودية صح يعني اه طب شو صار معه بس تعاشوا ربه هون يعني حتى الام لاتين سنة ما في مشكلة ايه هو بالموضوع بس اله لأ نحن اللي وصلنا اول شي الفيديو اللي انعرض اول شي لانه طفل حامل كرسى وزدت على صديقه بالمدرسة. اه لما حكينا مع الصبي عطانا. هو كمفوضوا يكونوا معنا بس. بس اني بالسعودية. اني بالسعودية ما قدروا يوصلوا الليلة يولا الوقت. ما قدروا يوصلوا. ايه ما قدروا يوصلوا. متل ما سمعنا انه الصبي اه طبعا رفقة هني وعم بيلعبوا مع بعض. ما حنحط ها لا عنصرية ولا طائفية. نعم. عم بيلعبوا مع بعض انه اسود وقاي ومن هالاحاديث. اه كل فعل له ردة فعل. نعم. اه اللي صار هو من الشهرين عامل عملية افتاء. يعني هاي دي كمان مشكلة تانية. بده يعود على البنك. حدا سحبله البنك. اجا راسه عالبنك التاني. هلا فوق انه عاملية افتاء. الردة الفعل تعيته قدر يحمل البنك وزده. هلا اه ما بعرف ليش طولت هي هالمدة الخمسة عشر ثانية عملية انه في حدا بالمدرسة. وفي معلمة فاضلة هي لازم تشرف على الاطفال. في حدا عم بيصور. وفي حدا عم بيصور وفي معلمة واقفة. يعني في حدا عم بيصور انه واحد في حدا عم بيصور وكأنه اه. فيديو هليوود. بالزبط. انه صف ماشي. اه كيف في حدا عم بيصور يعني. عم بيصور الوقائع. ايه. اه انه كانت لازم تتدارك القصة اكتر من هيك. بقى اه ردة الفعل متل ما المعلمة انفعلت عالتصرف اللي صار. حسن نفس الشي. انفعل وعمل ردة هالفعل عالتصرف اللي صار مع مقبل رفقاته. وهي ما اول مرة بالنسبة لعملية اسود. كزا مرة. والمدرسة معها خبر وراحت امه للطفل. هو اسمر? اه. هو لا ايه منه? غامق ايه? اه. ما انه منه شي يعني. نعم. اه. وطلب وورا الام ديغري بعملية انه طلاي بنا نفسه للصبي. نعم. هلأ نحن ما عم نقول الصبي اللي عمله صح. هاي دي ما احد هيفهمه. انه نحن عم نشجع. اللي عمله غلط. بس اخر سنة لقلو السنة جاي جامعة. اه. ما بعتقد ردة فعل. اثر شي صاير. اتوقف له مستقبل او حياته. او حتى حياة التلميذي اللي معه. نعم. هلأ ممكن يتحول لا. اذا بدك عصبيته حكيم ثاني. طريقة تانية. بس ما عملية تفصل لولاد ومدارس. خاصة بما انه المدير انسان فاضل والمعلمي اكيد انسانة فاضلة. حصل سوء هالتفاهم بس ما بينحل بهالطريقة. هي بس عملية التوضيح. ازا جلت بيتحاسب ما بعملية الفصل وتروح سنته الدراسية. ما بعتقد اسا لبنان ناقصه ناس تروح فرص عليهم. طيب هو في مجموعة. خلينا بالاول نسمع المدير شو باتصال مع مدير المدرسة. خلينا نسمع شوال عن هايدي الحادثة بالذات. ولاش تم طرد التلميذة. انا رئيس المدرسة. كنت بقلب القصة. بنفسي كنت. وشفت عيشه موضوع كله وانتهى بنفس الدقيقة. ثاني اياما عملنا اجتماع. بالتفصيل الممل. وطلبنا من المعلمة. يكونوا متل هالمعلمة. تلميذان تطلب بعضون. بقلب الصرف. ودخلة المعلمة تتحلها. حاطين على الفيسبوك. ريف عقيدة بدأ تهدي الكرسي. مش مقصودة هي الطريقة هي الصور بتعرفي بتتعمل قصة كتيرة. المعلمة ما كانت هي المقصودة. وما ترقيهاني لمعلمة. حتى نحنا بالمدرسة كرمنا لمعلمة انها حطت حالة بالنص. بدك تعرفي كل شي. انطردوا. نعم. انطردوا لغرض نهائي. واحد سعودة من ثروبلس. الثاني من الكورة. ما انا قص السياسة. وحياتك مناطية. بيختلفوا عوارقة. حتى واحد منهم اجابيه. ونقول له نحنا ما بقى نقبل ابنك. اقول انا جاي اسحاب وممنوع يجي على المدرسة. اللي بيخالف النظام والمدرسة ما بيبقى بالمدرسة. نقطة. طيب. اه كتير منيح. اه. حضرتك مدير المدرسة. عطينا معلومة خاطة. يعني ما بعرف مدير المدرسة عم تعطي معلومة خاطة. عم بتقول انه ام انه تلميزك سعودي. من السعودي. اه امه لبنانية. نحنا عم بنخبرك يا حضرة المدير بي اه شخص عمه. انه تلميزك لبناني. امه السعودية. يعني من هون بلش القصة في علامات استفهام. يعني حضرتك يا بدو الملف منك مطلع عليه كتير منيح. اولا الامور منضبطة. لا مش منضبطة. عندك مشكل بقلب الصف. في اه ناس عم بتصور بتليفونها. يعني اللي يبدو القصة الى الى وقت. ماشي الخبرية بالصف والمشكل بالصف. مش قصة سواني. لانه ازا واحد بدي يلقى التليفون ولا يصور. ما راح يلحق يصور. لا تفتح الكاميرا. فمصورين الون فترة يبدو الجدل والاشكالية ماشي. المعلمة انه عم بتجرب تحل المشكل اوكي نحنا ما عم نحكي شي عن المعلمة بس انا بقدر اكد انه المعلمة منا ضابطة كانت الصف بهايدا الوقت. لسبب من الاسباب نحنا ما بنقدر اه نقدره لانه ما كنا عارفين شو هي الظروف اللي كانت حاصلة. ممكن هي عطيتهم اه وقت اه انه يمزحوا او او راحة او شي خصوصا انه الفيلم ببلش انه هي منا متحركة. يعني اه شريعة كلام اهانات بعدين الكرسي في كرسي مضروبة رجعت انضربت مرة تانية. ما شفنا المعلمة الا باخر لحزة. انا اللي بدي ايه منك اه حضرة المدير اه بس يعني وهيدي مناشدة من بعض الاهيلي. اليوم ممكن في شبين اخطأوه حدا يمكن يتحمل مسئولية اكتر من حدا ما عم دافع عنهم وحتى اهلهم ما بيدافعوا عنهم. بس في تلميز اخرين كمان تم طردن من السنة الدراسية. تبهو شو زنبون? يعني في ناس اليوم عم بتقول انه عم بتقول على على حسب ما هني عم بيقوله يعني لان انا انه اولادنا زنبون الوحيد انه كانوا موجودين بالصف بهذه اللحظة. فتم طردن على بيوتهم وانحرموا من اه من الدراسة. ازا بدنا نعالج موضوع اه سيء باسوأ يعني نحنا هولا اولاد عم بتركهم عالطريق يعني اليوم عم بيضرب فيقوا بالكرسي بكرة ممكن نشوفوا عم بيضربوا سكيني بشي شارع من الشوارع ازا فلتنا هون. انا برأيي الموضوع ما بيتعلج هيك يعني حضرة المدير مع احترامي ومحبتي الكبيري لالك ولخبرتك بهيضا الموضوع. انا برأيي هيدا الموضوع بيتعلج بشكل اخر. ما بنخلي الولاد يفلوا عن مقاعدة الدراسة. ما بنحرمون من اخر سنة دراسية. فيك تمنعون سنتي الجاة انه يكونوا بمدرستك مسلا. انه انا ما بدي اخد هيك نوعية تلميذ بمدرستي. فيك تبعطلن انزارات فيك تحطن يعني ما بعرف. بس انه نحنا انه نطرد تلميذ بهيدا الشكل خصوصا انه اللي شفناه بالصف كان الصف فالت. يعني ما كان الصف لحظة دراسة وقام تلميذ هو يخربط لك كل الصف. شفنا في واحد عم بيصور في جدل صاير بينك التلميذ في ضحك في اهنات شخصية. في اهنات عنصرية في اهنات اه تلميحات جنسية وامور من هيدا النوع شفناه فالت. يعني ما فينا نحمل الطلاب واحده. ما عم دافع عنهم. ابدا. بس انا عم بقول اليوم بدل ما نشيل شخص لانه اكل كرسي اه او ضربة فيه بالكرسي. كبه بالشارع. اه لا نحنا بنعلج المواضيع بغير هيك. خصوصا اني شفت من حضرتك اه معلومات يمكن شوي مغلوطة او ناقصة او حطينك فيها. وهيدا المنبر لحضرتك ازا بتحب توضح فيه اي توضيح اه 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 نحنا مستعدين انه نسمع لقلو. اه شكرا لقلك اه زياد. كل لك. اه طبعا اه بنخيك مغلط ومغلط. اكيد اكيد. ما عم بدافع عنه. ولا انا عم بدافع عنه. الشاب التاني كمان اللي انا معرفت مين هو اه. هي بس سنة تاني استستوني. نحنا ما هون لنقول عميني الحق ومعميني الحق. نحنا هون لشكلة. هني الحق على الكل. بس نحنا انا اللي اللي معه اولا. بس ازا هلق حمل طاولة وضرب صاحبه فيها. ما عم نقول بكرة بشارع عم يحمل سكين. يعني انا عم بقول انه طريقة المعالجي خاطئة. ما بينحلو لانه لانه عم بنعالج متأخر. صح. كمفروض نعالج قبل بتوقع المشكلة. خصوصا انه شفنا الصف اه فالت. يعني الصف فالت. يعني اه ما حدا ما حدا يقلي ما حدا يقلي غير هيك.